أهلاً وسهلاً بكم في قناة تعلن مع آدم وإيادة نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وسعديتم زيان الدخول المدرسي بكل حيوية ونشاط وعوض ميموناً مدارس بالنسبة لكل أستاذات أساسي ذات الميدات والتلاميذ بالنسبة الموسم الدراسي كيبدأ بتقويم تشخيصي إفالييسيون دياغنوستيك نحاول نخدم مجموعة ديال الروائز باش حاولوا تفكروا وذلك شي اللي قلت وذلك العام واستعدوا مزيان الموسم الدراسي الجديد على حسب المستوى اللي عندكم وإن شاء الله نخدموا جميع المستويات وجميع المواد ودائماً معكم قناة تعلم مع آدم وإيادة كل ما هو تعليمي كل ما هو طربوي كل ما هو جديد تطبيقات تعليمية تفاعلية دروس سمرين وفورد نتمنى يا ربي وفقكم في مصاركم الدراسي رائز اللي عن خدموه أو التقويم تشخيصي كيتعلق مادة النشاط العلمي للمستوى الخامس رابط تحميل ديالهاد رائزا نخلي لكم في صندوقي الوصفة ونحاولوا نخدموه ونحاولوا نتفكروا راجعوا الدروس لنشاط العلمي ديال مستوى الرابع باش سعدهم زيان لمستوى الخامسة لنبدأ دو مجال رئيسي المجال الأول علوم الحياة والأرض سؤال الأول صنف سلوكات تالية حسب الجدول إذا عن السلوكات سلبية وسلوكات إيجابية نبدأ استعمال الطاقات البديلة فهي طبعا من السلوكات الإيجابية إذا استعمال الطاقات البديلة استعمال الطاقات البديلة فالطاقة الشمسية طاقات البديلة نعم نشوفه بالنسبة للسلوك الثاني الصيد الجائر يعني الصيد دو رخصة الأيضاء فهو من السلوكات السلبية الصيد الجائر من السلوكات السلبية الصيد الجائر نعم نشوف الطرح النفايات بأي مكان فهي طبعاً سلك السلبية لأنها تلوك أرد تلويت البيئة إذن نكتبوها من السلكات السلبية طرح النفايات بأي مكان طرح النفايات بأي مكان بأي مكان ولكن خاصنا رمي زبل في الأماكن المخصصة لرمي الأسباب إذن طرح النفايات بأي مكان تصفية المياه فهي يعني من السلوكات الإيجابية لأن كما كان يعطينا في قلال ممكن نصف فيه ماء البحر ونستعملوها إذن فهي من السلوكات الإيجابية تصفية تصفية ماء البحر أو تصفية المياه تصفية المياه نعم نشوف سلوك آخر تشجير فهو من السلوكات كذلك الإيجابية لأنها تساهم في الحفاظ على الغابات وكذلك على البيئة أشجير نعم تلويت البيئة فهو طبعا من السلوكات السلبية تلويت البيئة إما الماء أو الهواء إذن فهو من السلوكات السلبية تلويت البيئة نعم إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول انتقلوا السؤال الثاني اربط بسام كل حيوان بمجموعته أنه نسبة للقطة نسب دلفين سلحفات إذن نحاولوا ربط كل مجموعة كل حيوان بالمجموعة التي تمثله هل هو من أسماك أو البرمائيات أو التديات أو الطيور إذن ندعوا بالنسبة للقطة فهي ميناء طبعا ولودة من التدي من التديات النسب فهو ميناء الطيور الدلفين فهو ميناء الأسماك والسلحفات برمائية فهي ميناء برمائية سلسلة على حساب باش نبريتو إذن نختاروا واحدة إذن نكتبو أرب إذن عاني بتلو اللغة فرنسية إذن عاني كتبو أرب إذن نشنكتبو إذن هربي إذن نهربي 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 إذ إذن نكسبنا مثال سلسلة غذائية نتقل السؤال الرابع أتمي بما يناسب ما يلي أن تنبت تحت التربة وهي أهم جزء يمكن من امتصاص أو ممكن من امتصاص الماء والأملح إذن فهي إذن من أزاء النباتات إذن يعني تكون تحت التربة وهي جزء مهم تمكن من مادة من امتصاص الماء والأملح فهي الجذور إذن نكتب هنا الجو جذور فهي جزء مهم إذن هنا مكونات أو هنا الجو الجذور نعم إذن نتقل بالنسبة المكون الثاني هي العضو التي تمكن من القيام بعملية تركيب ضوئي وهي الأوراق إذن الأوراق الأوراق نعم إذن هذا بالنسبة السؤال الرابع ننتقل إلى السؤال الخامس أجيب بصحيح أو خطأ يحدث التوالد تلقائيا لدى الأنتة بدون تدخل الذكاء ما يمكنش إذن بش يكون عندنا التوالد يكون عندنا الذكر وأنتة إذن هنا خطأ نعم خطأ إذن هنا بالنسبة التوالد لا يكون تلقائيا إذن الكلب حيوان عاشب خطأ إذن خطأ ليس حيوان عاشب فهو حيوان لاحم إذن خطأ يتزاوج الديك والدجاجة ليلدة كتكوتا إذن عند الديك إذن ذكر الدجاجة الأنتة الإبن أو الطفن كتكوت إذن يتزاوج الديك والدجاجة ليلدة كتكوتا إذن الكتكوت هو إذن بالنسبة عندنا العنصر الذكري أو الذكر هو الديك عندنا الأنتة هي الدجاجة إذن هنا ليلدة كتكوتا صحيح إذن نكتب صحيح إذن عندنا بالنسبة الجملة الرابعة العصخور حيوان بيود نعم الطيور بستناء الخفاج إذن صحيح فهي تضع البيض فهي حيوانات بيودة إذن صحيح ننتقلوا السؤال الموالي السؤال الساديس المجال الثاني علوم الفيزيائية أكتب أمام كل عبارة موسي الكهربائي أو عازي الكهربائي إذن موسي الكهربائي يوسي الكهرباء نحن عارفين شنو كنستعملوه يعني تفضر كنستعملو النحاس إذن النحاس فهو موسي الكهربائي والحديد كذلك موسي الكهربائي إذن نكتبه بالنسبة النحاس موسي الكهربائي موسي الكهربائي وكذلك الحديد موسي الكهربائي الحديد موسي الكهربائي الحديد موسي الكهربائي قال إن بالنسبة الخشب فهو عازل هو البلاستيك فهو عازل كهربائي يعني لا يسل الكهرباء إذن الخشب فهو عازل كهربائي عازل كهربائي عازل كهربائي كذلك البلاستيك عازل كهربائي البلاستيك عازل كهربائي نعم انتقلوا السؤال الموالي إذن السؤال السابع سمي كل تحول مالي إذن بالنسبة التحولات اللي شفته من مادة إلى مادة تحول الماء إلى تلج يعني الماء كرجع تلج فهو يسمى ماذا تجمد إذن نكتب تجا تجمد إذن بالنسبة تحول تلج إلى ماء إذن تلج ممكن نخرجه متلجة وتحت درج حرارة كرجع ماء فهذا ماذا يسمى يسمى انسهار إذن تجمد التجمد إذن نكتبه هنا أحسن بألف ولم بججل التعريف إذن تجمد وبالنسبة للإنسهار تحول تلج إلى ماء يسمى الانسي الإنسهار تحول التلج إلى ماء بالنسبة تحول ماء إلى بخار إذن ما أمكن نبخروك أرجع بخار إذن نتجنك كتبه كتبه ماء التبخر التبه التبخر نعم إذن تقلوا السؤال الموالي السؤال الثامن ضع على ما أمام الأشياء التي تعتبر تغيرا فيزيائيا إذن قلته التغير فيزيائي والتغير كيميائي تغير فيزيائي وتحول من حالة إلى حالة وليست في تركيبة المادة تغير كيميائي تغير في تركيبة المادة مثلا ننزل خبز في مكان أو واحد مدة أو كتر واحد طبقة قد يتعافون هذا تغير كيميائي إذن نشوفوا بالنسبة لتكسير الزجاج وتقطيع الخبز فهو التغير فيزيائي إذن يعني ما كيش تغير في تركيبة المادة يعني ما كانش مادة وحصلنا على مادة جيدة بقى نفس المادة إذن فهو التغير فيزيائي إذن هنا عمله علامة إكس في تكسير الزجاج وكذلك تقطيع الخبزة بالنسبة لتسوّس الأسنان وتعافو الخبز فهو تغير كيميائي لأنه اختفت مادة وظهرت مادة أخرى بالنسبة لتسوّس الأسنان هي الطبقة السوداء دي التسوّس وتعافو الخبز وحال طبقة أخرى دي التعافو إذن فهو تغير كيميائي انتقلوا السؤال التاسع اعطي اسم كل جزء المكون للدارة الكهربائية ما تحديد اسم في الحالة دارة مفتوحة أو دارة مغلقة إذن دو مكونات إذن هذا المشتعل فهو ماذا يسمى مصباح مصباح إذن بالنسبة لـ هذا اللي يربط لنا فهو الأسلاك أو السلك نكتب الأسلاك أو السلك أو الأسلاك 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 نعم وبالنسبة للعمود يسمى إما عمود أو بطارية أو مولد إذن نكتبه عمود عمود أو ممكن نكتبه مولد أو بطارية الأسماء كم نصححين أو بطارية بطارية نعم إذن هنا قالوا نحد الضارة المفتوحة والضارة المغلقة إذن فين كان المصباح المشتعل أو متوهج؟ هنايا إذن هذه ضارة مغلقة ضارة مغلقة وبالنسبة لحالة الثانية يعني المصباح غير متوهج فهي ضارة مفتوحة ضارة مفتوحة ضارة مفتوحة نعم إذن أحسنتم ننتقل إلى السؤال الموالي سؤال مجال الثالث علوم الأرض والفضاء اعطي مثالين لكل نوع مصادر الطاقة إذن مصادر متجديدة وغير متجديدة إذن بالنسبة مصادر الطاقة المتجديدة اللي هي بحل الشمس بحل الرياح إذن نكتبو الشمس الشمس كذلك الرياح إذن الري الرياح الري الرياح بالنسبة للطاقات الغير متجديدة يعني رسمناها متجديدة لأنها ممكن تنفذ من الطبيعة مثلا بحل الفحم بحل الغاز بحل البترول إذن الفحم ممكن تكتبوه الغاز أو البترول الغاز طبيعي أو الغاز نعم أو البترول نعم إذن بالنسبة للطاقة إذن الغاز سألنا أن تخلص السؤال 11 ضع علامة X على الأجوبة الصحيحة إذن بالنسبة يعتمد تقويم هجري على دور الأرض حول الشمس أو دور القمر حول الأرض أو دور الأرض حول الكواكب إذن بالنسبة للتقويم هجري عفوان فهو يعتمد على دور القمر حول الأرض وبالنسبة للسؤال الشهر القمر هي المدة الزمنية التي يتم فيها القمر دورة واحدة حول الأرض أو حول نفسها أو حول الشمس أو حول الكواكب إذن بالنسبة للشهر القمر فهي المدة الزمنية التي يتم فيها القمر أو التي يتم فيها القمر دورة واحدة حول ماذا؟ حول الأرض نعم انتقلوا السؤال الموالي إذن بالنسبة للسؤال الموالي اربط بسهم كل عبارة بما يناسبه يكون الليل أطول من النهار في الصيف أو الشيطاء إذن نت wärعب بالدبا في الصيف ما يكون يكون الليل أطول من النهار إذن يكون الليل أقصر من النهار في فصل الصيف بالنسبة يبدأ فصل الخريف وليقرر يكون في 22 أو 23 شوتنبير أو تضر 21 شوتنبير إذن هنا 21 شوتنبير وبنسبة فصل الربيع ركيب دف 21 مارس إذن هذا بالنسبة لهذا الانتحانة ودرائز نتمنى أن نكون في تكم شكراً وإلى اللقاء